بسم الله الرحمن الرحيم طلابي الأعزاء أصعد الله وأوقاتكم بكل خير ودرس جديد من دروس الرياضيات بعنوان قياس الأطول سنتعلم في هذا الدرس أجزاء المتر ومضاعفته والتحويل بين وحدات قياس الطول طلابي الأعزاء لو خيركم لتقييس طول سبورة الصف أيهما تفضل أن تستعمل المصطرة أم المتر القماش بالطبع المتر القماش درسنا اليوم هو المتر وأجزاءه المتر هو البحد الأساسي لقياس الأطول وللمتر أجزاء هي الدسيمتر والسانطيمتر والمليمتر بماذا نقيز بالمتر؟ نقيز بالمتر ويستعمل لقياس أطوال كبيرة كطول ملعب كرة قدم كارتفاع جبل كارتفاع برج كقياس بناء أو عمارة وماذا يستعمل السانطيمتر؟ يستعمل السانطيمتر في قياسات أطوال متوسطة كطول علبة أقلام كطول شخص كطول أصبع أما ويرمز له بالسانطيمتر أو سي مي طيب المليمتر ماذا يستعمل؟ يستعمل المليمتر لقياس أطوال صغيرة جدا كسماكة قطعة نقود أو سماكة مصطرة أو سماكة كتاب الآن أكثر الوحدات استخداما هي المتر والسانطيمتر والمليمتر طلاب يا الأحسان المتر وألساؤه المتر تكلمنا أن المتر هو الوحدة الأساسية لقياس الأطوال طيب أنا في حال أريد التحويل من المتر إلى الدسيمتر ماذا أفعل؟ إذن أنزل مرتبة أو أنزل درجة وعندما أنزل من المتر إلى الدرجات الأصغر أقوم بعملية الضرب إذن درجة واحدة أضرب بعشرة درجتين أضرب بمئة ثلاث درجات أضرب بألف إذن تحويل من المتر إلى الدسيمتر أضرب بعشرة من المتر إلى السانطيمتر أضرب بمئة من المتر إلى المليمتر أضرب بألف ولكن لا يمكن عند التحويل من الصغير إلى الكبير أن أضرب إذن للتحويل من الملي متر إلى السم أو الدسيمتر أو المتر أقوم بعملية القسمة إذن لتحويل من الملي متر إلى السم أقسم بعشرة من الملي متر إلى الدسيمتر أقسم بمئة من الملي متر إلى المتر أقسم بألف لنأخذ مثال لأجري تحويل العمليات المناسبة لنأخذ مثال لدي خمسة متر وريدو أن أحوله إلى دس متر خمسة متر بضرب عشرة إذن خمسة ضرب عشرة يساوي خمسين دس متر المثال الثاني عندي ستة متر بدي أحوله للسنتيمتر إذن ستة متر معلوم بدي أحوله إلى السنتيمتر كم درجة عندي؟ عندي درجتين بضرب بميمئة لأنه عشرة ضرب عشرة يساوي مية معنات ستة ضرب مية يساوي ستميت سنتيمتر طيب مثال آخر عندي تسعة متر بدي أحوله للمليمتر كم درجة بضرب؟ عندي سلاس درجة يعني عشرة ضرب عشرة ضرب عشرة عشرة ضرب عشرة يساوي مئة ضرب عشرة يساوي ألف معناتها حولت من المتر إلى المليمتر ضربت ألف بألف تسعة ضرب ألف يساوي تسعة تالاف مليمتر إذن كل تسعة متر يساوي تسعة تالاف مليمتر لأقوم بمثال جديد وأجري العملية التحويل المناسبة لدي سبعة تالاف سنتيمتر بدي أحولها للمتر كم درجة في عندي طلابي الأعزاء؟ في عندي درجتين معناتها بدي أقسم السبعة تالاف سنتيمتر تقسيم مية معناتها سبعة تالاف تقسيم مية يساوي سبعين متر مثال جديد عشرين سنتيمتر تقسيم بدي أحولها للدسيمتر بالسنتيمتر للدسيمتر كم درجة طلابي الأعزاء؟ نعم إنها درجة واحدة معناتها بدي أقسم على عشرة عشرين تقسيم عشرة يساوي اثنين دسيمتر مثال جديد لدي تسعين ألف ملي متر بدي أحولها إلى المتر كم درجة عندي طلابي الأعزاء؟ عندي سلاس درجات يعني بدي أقسم على ألف تسعين ألف تقسيم ألف يساوي تسعين متر إذن القاعدة بتقول عند التحويل من المتر إلى الدسيمتر أضرب بعشرة وعند التحويل من المتر إلى السنتيمتر أضرب بمئة أي بمرتبتين وعند التحويل من المتر إلى الملي متر أضرب بألف أي بثلاث مراتب أي حشرة طرب عشرة طرب عشرة وتساوي ألف لنأخذ مثال 1 متر كم تساوي دسيمتر تساوي 10 وكم تساوي سنتيمتر تساوي 100 وكم تساوي مليمتر تساوي 1000 لنأخذ مثالا جديد 7 متر كم تساوي دسيمتر تساوي 70 لماذا؟ لأننا ضربناها بعشرة وكم تساوي سنتيمتر تساوي 700 لأننا ضربناها بمئة وكم تساوي مليمتر تساوي 7000 لأننا ضربناها بألف الآن قاعدة التحويل من المليمتر عند التحويل من المليمتر إلى السنتيمتر أقسم على عشرة وعند التحويل من المليمتر إلى الدسيمتر أقسم على مئة وعند التحويل من المليمتر إلى المتر أقسم على ألف كل واحد مليمتر يساوي واحد جزء من عشرة سنتيمتر ويساوي واحد جزء من مئة دسيمتر ويساوي واحد جزء من ألف متر لنأخذ مثالا تسعين مليمتر كم يساوي سنتيمتر؟ يساوي تسعة لأننا قسمناها على عشرة تسعة سنتيمتر وكم يساوي دسيمتر؟ يساوي تسعة أجساء من عشرة لأننا قسمناها على ألف وكم تساوي متر؟ تساوي تسعة أجساء من مئة لأننا قسمناها على ألف تكلمنا في الفقرة السابقة عن أجساء المتر وأخواتها وهي الدسيمتر والسنتيمتر والمليمتر وهنا مضعفات للمتر وهي ألف ديكا متر والهكتو متر والكيلو متر إذن مضعفات المتر ديكا متر والهكتو متر والكيلو متر ولكن أكثر الواحدات الطول استخداما هي الكيلو متر والمتر والسنتيمتر والمليمتر فقليلا ما نستخدم الهكتومتر والدكامتر إذن الآن عند التحويل من كيلومتر إلى هكتومتر أضرب بعشرة وعند التحويل من كيلومتر إلى الدكامتر أيضا أضرب بمئة هناك من مرتبتان وعند التحويل من كيلومتر إلى المتر أضرب بألف إذن من الكبير إلى الصغير أضرب ومن الصغير إلى الكبير أقسم الآن لدي مثال واحد كيلومتر كم تساوي هكتومتر؟ تساوي عشرة وكم تساوي ديكامتر؟ تساوي مئة وكم تساوي متر؟ تساوي ألف إذن كل واحد كيلومتر يساوي ألف متر وكل خمسة كيلومتر كم تساوي هكتومتر؟ تساوي خمسين لأننا ضربناها بعشرة وكم تساوي ديكامتر؟ تساوي خمسمية لأننا ضربناها بمئة وكم تساوي متر؟ تساوي خمسة آلاف لأننا ضربناها بألف إذن كل خمسة كيلو متر تساوي خمسة آلاف متر إذن القاعدة تقول عند التحويل من المتر إلى الدكة متر أقسم على عشرة وعند التحويل من المتر إلى الهكتومتر أقسم على مئة وعند التحويل من المتر إلى الكيلو متر أقسم على ألف إذن كل واحد متر يساوي واحد جزء من عشرة دكة متر واحد جزء من مئة هكتومتر واحد جزء من ألف كيلو متر إذن واحد متر يساوي واحد جزء من ألف كيلو متر تمانين متر يساوي تمانة دكة متر لأننا قسمناها على عشرة وتساوي تمانة جزء من عشرة هكتومتر لأننا قسمناها على مئة وتساوي تمانة جزء من مئة لأننا قسمناها على كيلو متر مثال جديد نريد اختيار الواحدات الأنسب لقياس الأطوال عمق بئر هل نختار السنتيمتر أم ملي متر أم المتر أم الكيلو متر بالطبع عمق بئر نختار المتر طول غرفة الصف ما هو القياس الأنسب في الأطوال؟ إنه المتر قطر زر القميص إنه القياس الأطوال؟ إنه الملي متر ما هو القياس الأنسب في ارتفاع بناء؟ إنه المتر وما هو القياس الأنسب في الأطوال؟ إنه الملي متر وما هو القياس الأنسب في الأطوال في سماكة مصطرة؟ إنه الملي متر وما هو القياس الأنسب في طول طريق يصل بين حمص ودمشق؟ إنه الكيلو متر وطول سد الفرات القياس الأنسب في الأطوال إنه المتر وطول مدرج مطار القياس الأنسب في الأطوال إنه المتر لنضع إشارة أكبر أو أصغر أو يساوي لكي نحصل على مقارنة صحيحة لدي في المثال الأول أربعة سنتيمتر وأربعة تسيمتر نريد أن نحصل على مقارنة صحيحة أيهما أكبر أو أصغر الآن إما نختار أربعة سنتيمتر ونحولها إلى دسيمتر أو نختار الدسيمتر نحولها إلى السنتيمتر اخترنا الأربعة دسيمتر الأربعة دسيمتر وهي درجة أكبر من السنتيمتر نضربها بعشرة لكي تتحول إلى السنتيمتر أربعة دسيمتر طرب عشرة يساوي أربعين سنتيمتر إذن من هو الرقم الأكبر؟ أربعة دسيمتر أكبر من أربعة سنتيمتر لنأخذ مثالا جديد واحد كيلومتر وعشرين دكامتر من هو الأكبر ومن هو الأصغر؟ واحد كيلومتر نريد أن نحولها إلى الدكامتر نضرب بمئة واحد كيلومتر طرب مئة يساوي مئة دكامتر إذن واحد كيلومتر أكبر من عشرين دكامتر ومسال جديد واحد كيلومتر ومئة متر أيهما أكبر أو أصغر أو يساوي؟ أخذنا الواحد كيلومتر طربناها بألف أصبحت لدي ألف متر هل الألف متر أكبر؟ أم المئة متر بالطبع الألف متر؟ إذن واحد كيلومتر أكبر من مئة متر لنأخذ مثال جديد عندي ألف ملي متر وواحد متر بدي أحول الألف ملي متر إلى المتر ماذا أفعل؟ أقسم لأنها أطلع أنا أقسم كم درجة؟ ثلاث درجات ألف تقسيم ألف يساوي واحد إذن ألف ملي متر تساوي واحد متر نسال جديد متر وميتين سنتيمتر ولنقارن أيهما أكبر أو أصغر أو يساوي أخذنا الميتين سنتيمتر وبدنا نحوله للمتر ميتين كم درجة فيها؟ فيها درجتين معنى تبدي أقسم على مئة ميتين سنتيمتر تقسيم مية يساوي 2 متر إذن ميتين سنتيمتر تساوي 2 متر إذن في مساوى ميتين سنتيمتر تساوي 2 متر وآخر تمرين في هذا المقطع خمسة متر وخمسة دكا متر إما بتحول خمسة متر إلى خمسة دكا متر أو خمسة دكا متر إلى خمسة متر ونلاحظ أيهما أكبر أو أصغر أو يساوي أخذنا الخمسة دكا متر طربناها بعشرة نزلنا مرتبة واحدة طربناها صار عندي خمسين متر إذن خمسة دكا متر أكبر من خمسة متر لنأخذ مسألة لفظية تقول لينا يبعد منزلي عن المدرسة واحد ونص كيلو متر وتقول لجين يبعد منزلي عن المدرسة ألف وثلاثمائة متر وتقول نور يبعد منزلي عن المدرسة إطناعش دكا متر وتقول سميرا يبعد منزلي عن المدرسة ثلاثة وعشرين هكتو متر أي منهم منزلها أقرب إلى المدرسة طلابي الأحزاء لدي كيلو متر ومتر ودكا متر وهكتو متر الآن نريد أن نحول جميع الوحدات القياسية إلى وحدة أساسية لكي نقارن بين الأعداد جميعها لا يمكن أن نقارن إذا لم تكن الوحدات جميعها متساوية الآن نبدأ واحد ونصف كيلو متر منزلينا كم يبعد عن المدرسة؟ واحد ونصف كيلو متر نحولها إلى المتر نضرب بألف أصبح لدي ألف وخمسمائة متر منزل لوجين يبعد عن المدرسة ألف وثلاثمائة متر الآن منزل نور يبعد اطناعش دكا متر إذن من الدكا متر إلى المتر نضرب بعشرة مية وعشرين متر أما منزل سميرة سلاسة وعشرون هكتو متر ضربناها بمية الفين وثلاثمائة متر ما هو المنزل الأقرب إلى المدرسة؟ الآن أصبحت الوحدات جميعها الأرقام كلها في وحدة واحدة ويمكن الآن المقارنة إذن المنزل الأقرب إلى المدرسة وهو منزل نور مية وعشرين متر بهذا نكون قد انتهينا من درس قياس الأطوال لديكم وظيفة أتمنى أن تعملوا بها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر